الآن خلاص تم التشيك على المواني والسواحل فالبحر العربي باقي معهم ميناء عدن كيف بالنسبة للميناء عدن؟ مهم بالنسبة لكم ميناء عدن أيضا على الخط الملاحية الدولية الذي يربط الشرق بالغرب ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعيا من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان وجبل المزلقم مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام مادم بهذا الأهم والمواصفات وبالفعل ميناء عدن كان من ضمن ثلاثة أهم مواني في العالم معنا بيتركوه في حالة؟ لا هذا لا عملوا له قاعدة تبخر ولا حوثي هذا من بدري سيطروا عليه وحطوه في الجيب يعني مواني إحنا من 24 سنة أفضل مواني في المنطقة يعني ميناء عدن كان شركة مواني دبي كانت تستأجر هذا الميناء موانيهم الأفضل في المنطقة واستأجروا ميناء عدن من أجل يدوروا ويشغلوا يعني يتفتكروا من أجل هذا الهدف؟ ميناء عدن من أهم المواني الاستراتيجية في العالم لكنه طبعا دمر يعني خلال تسعينات وما بعدها وأصبح مهمل لكن يجب أن يبقى كذلك لغا إلا جبل علي ينهار مشهد اليوم غربان تنعق فوق كل رافعة من رافعات الميناء أما العاملون فيه لينتظرون من يعيد إلى مينائهم الحياة بعد أن ضاقت عليهم الأوضاع المعيشية آليات كانت تعمل قبل الصفقة التي نفذت باسم تطوير الميناء هي اليوم حديد صديق تالف هذا حال أحد أهم موانئ في العالم ميناء عدن هذا حاله أصبح مكبل النفايات وللقمامة وأصبح خردة يعني في دول معها ميناء ومع ذلك من خلال هذا الميناء تبني اقتصاد دولة تود تفع رواتب وتبني بنية تحتية وهو ميناء لا يوصل مستحيل يوصل إلى أهمية ميناء عدن وإحنا هذا الميناء الآن أصبح معا بيقدرش يدفع رواتب موظفين وتدمر باسم هايشية وقعوا اتفاقية باسم تطوير الميناء بنرفع القدرة حقها الاستيعابية من خمسمائة ألف حاوية إلى مليون ورجعوها إلى مية وثلاثين ألف وبعدا غلقوا وعملوا مشاكل والآن خلاص وتدمر أحد أهم موانئ اليمن بل أحد أهم موانئ العالم بهذا الطريقة وهكذا باسم التطوير طيروا ميناء عدن وأصبح مأساة وقصة حزينة بالنسبة لليمنيين طبعا شيكوا بعدها على كل الموانئ المهمة في المناطق الجنوبية بالنسبة الإمارات كان الهدف أيضا استراتيجي من خلال بوابة الاقتصاد موانئ اليمن الآن إذا تلاحظين الإمارات مسيطرة على عدد كل الموانئ الجنوبية من عدن إلى المكلة في حضر موت ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة